معاليك على موضوع إحصائية لجنة العمل النيابية تقول أكو مليون ونص عامل أجنبي بالعراق شنو دقت هذا الرقم لا لجنة العمل ولا أحنى ولا حتى يمكن الجهات الرسمية الأخرى بوزارة الداخلية لديها رقم محدد بالعاملين الأجانب بالعراق شنو ديصور دخولهم ديتخلوهم بشكل قانوني بالنهاية فلازم يكون قاعدة بيانات قاعدة أرقام لعددهم الموجودين ما عدنا رقم محدد لأنه وزارة العمل تعرفين مخالفة القانون هي اللي خلتنا ما نعرف اشكد الأجانب اللي دخلهم احنا الآن من ستين إلى سبعين ألف اللي ماخدين إجازة عمل من وزارة العمل فقط ودفعوا رسوم سنوية ذول يعني لأ ذول حصلوا على تصريح عمل من وزارة العمل لمدة السنة واحدة إجازة عمل نعم لمدة السنة واحدة نعم ويجي جدد هي بالتجديد أكل رسوم أكل رسوم أكيد يعني أعتقد جوا الرقم هذين كسبعة ستين ألف هذين الأصولين المعاشين الموجودين داخلين أصولي أي جنسيات نقدر نقول الأغلبية منهم؟ أغلبية بنغاليين بنغاليين وفلبين نسمعك سوريين أردنيين لبنانيين سوريين ولبنانيين بيهم أرقام وأفارق أخواي وزين ايه من الهند أيضا ايه من الهند أيضا هذين نتحدث عنهم نسبة جيدة لكن الباقين الموجودين على أرقام؟ الباقين هذا الرقم أعتقد مبالغ به ما يوجد مليون ونص هايه لجنة البرلمانية؟ لجنة العمل هي تنقي أرقام تقديرية يعني ما أعتقد عندهم رقم محدد ومعرف شنو مصدر معلومتهم لأن إحنا ما عدنا يعني قاعدة بيانات فقط للمراجعين الوزارة ليش صلاحيات موضوع إعطاء الرخصة للعامل بالدخول للأرض العراقية؟ كانت عند الداخلية أتصور اليوم بأمانة مجلس الوزراء الأمانة العامة؟ لا 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 العدوان هسا الموافقة؟ لا هذا الموضوع ملف يخص وزارة الداخلية دائرة الإقامة تحديداً هل سابقا؟ لا 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 ما يخص الأمانة العامة هذا قانون منح سمة الدخول عن طريق وزارة الداخلية ووزارة العمل شن دورها؟ وزارة العمل يفترض القانون النص على هذا قانون العمل مدى 30 المفروض الأجانب لا يدخلون العراق إذا يحصلون على تصريح عمل اللي جاي يشتغل فإحنا نشدد بمنح تصريح العمل ليش؟ لأنه عندنا عاطلين عن العمل أساساً مفروض العراق أولاً أنا أحشى عن الموافقة من الأساس ومن المفروض تأتي من وزارة العمل بعدها تذهب للداخلية لإعطاء الإقامة هذا يعني عايشة مقيمة بأكثر من بلد قانوناً أذهب للوزارة العمل أستحصل الموافقة بعد أذهب للداخلية أستحصل الإقامة الداخلية بالبلد الآن متواجدة به لكوني أما رسمهنة الإعلام وهذا اللي ينص عليه القانون طيب، ليش إحنا هنا بالعاكس نشتور؟ إحنا هنا أنت تخلقي لي مشاكلة مو أنا واقعية بكل شيء، صريحة كل شيء يعني يعني سأضرب مثل بنفسي نعم يعني أنا أعرف من أمار اسمهنة الإعلام بأي دولة هذا الإجراء عاد أمالة دي دخلوهم ببلد وأنا لازم أحكي على هواي جهات يعني من أن أتكلم بهذا الموضوع يعني دارة القامة بوزارة الداخلية خلت نفذ القانون من يطبق القانون كما هو راح هاي المشاكل ما تصير ما تصير مئات الآلاف من الأجانب يدخلون الإعراق ما يصير لأنه وزارة العمل المفروض تراعى خصوصيتها وتراعى كونها مسؤولة عن تشغيل العاطلين عن العمل فمن يدخل الأجنبي بدون المرور بوزارة العمل فرح يصبح الدخول إلى العراق متاح للجميع وبلا ضوابط وبلا ضوابط وأصبح متاح للجميع نعم وكثير منهم نحن اليوم نتحدث أنه ما يمتلكون إقامات والتالي بعيدين عن وزارة الآن روحي إلى يعني مطاعم مثلين فنادق الكبيرة السوبر ماركت الأماكن حتى بالمنازل حتى ما تلقين يعني تلقين أجانب مو دقك على الإقامات تلقين ما تجاوز صار لسنوات يجوز وما كل جانب تتلع عليهم فلا هذا ماكو خوف بالنهاية يعني هذا الموضوع جدا بسيط هو فقط طبق القانون كما هو ما يحتاج أي شيء آخر من يطبق القانون احنا في مأمن الجميع راح ما يدخل أجنبي إذا مو عند تصريح عمل أولا احنا نستفيد مارتين نستفيد إيرادات نغذي وزارتكم بدون ما تحتاجون بعديد أخصصات مالية ونستفيد نحد من البطالة باعتبارها فرصة العمل أنا هسا المفروض السياقات المتبعة دائرة العمل والتدريب المفروض ترجع المن القاعدة بيانات منثلا يطلبون من عندي واحد يشتغل على الحاسب المبارمج مثلا أو عام النظافة أو شهادة عليا المفروض احنا من نطل تصريح عمل زين إذا كان بقاعدة المينات أكو عراقي موجود بهذه المؤهلات لا يحتاج فتاة المؤهلات ما العراقي يقل كفاءة عن الأعادة التي تستقدم من الخارج بكل جنسياتهم منه قال يقل كفاءة أنا أسألك لماذا أكون نظرة على العراقي أنه أقل كفاءة من العام الأجنبي لا لا مؤقل كفاءة يعني خلينا نكون واقعين يعني المشاريع الكبيرة خلينا نقول في مجال الكهرباء في مجال النفطي نحتاج إلى خبرات جنبية قد مرات أحيانا المجال الصحة مثلا حتى التعليم نحتاج إلى خبرات لكن الخبرات نسبتهم المئوية تنسب من تبنين مشروع مشروع عملاق مثلا نحتاجين نسبة خبرات جنبية نسبة ليس 100% أو 90% دعنا نقول نحتاج 5% أو 10% والباقي عراقي موجودين حتى على مستوى الخبراء أيضا أكو خبراء عراقي ولديهم مؤهلات لكن حسن انطعمهم خبرة أجنبية في مجال النفط مجال الكهرباء ممكن